السبعة الخير عليكم مرحبا بكم معي على قناتي وقناتكم ايفالوكس دي زاد اليوم راح نعطيكم طريقة هتعالج مشاكل يمكن ان نقعدوا وقت طويل وحناية نعالجوا فيهم بدون فائدة العشبة هادي من اروع ما ما جربت وانا شخصيا صبت معها فرقة كبيرة بالتحاليل يعني كان عندي التهاب مرتفع جدا وبعد ما عملت تحليل بعد ما كنت استهلكتها لمدة شهر عملت تحليل نخافض هاد الالتهاب طريقة عجيبة صدقوني يالبنا عن التجربة وتعرفوا دايما انا نتقسم معاكم تجارب تجارب شخصية فقط يعني ما نعطيكمش حاجة انا ما مجربتهاش العشبة تتعاليو تصيبوها في كل مكان يعني عشبة ريفية مسكينة ما ما تطلبش حاجة كبيرة متواجدة في كل مكان تنبتوحدها بلا ما تتغرسها بلا ما تتحوس عليها انا نعطيكم شربة ونعطيكم كأس انتع شاي يعني راح نتناولوها كحساء ورح نتناولوها كوب شاي هذا راح يعطينا فرق كبير راح نعطيكم اول الامراض اللي تعالجها والمشاكل اللي تعالجها ورح تحتاروا في غيمة ومن بعدنا نعطيكم طريقة انتع تحضير انتعها المشاكل اللي تعالجها اللي هي اولا اي التهاب عندك في الجسم التهاب مثانا خاص خصوصا التهاب المثانا التهاب المثانا التهاب المسالك البولية تكون عندكم البنات انفكسيون عفوا التهاب البروستات الرجال اللي يكونوا كبار في السن ويكون عندهم تضخم في البروستاتا ويكون عندهم أيضا صعوبة في التبول هذه راح تساعدهم طريقة رهيبة المدة العلاج انتاحها ممكن تشوفوه بعد أسبوع فقط بعد أسبوع راح تشوفو الاختلاف خصوصا في هذه المشاكل هادوما النساء اللي وصلوا لسن اليأس وعندهم بروبليام انتاع هرمون الاستروجين وعندهم بروبليام انتاع الطمك هذه راح يعني طريقة عجيبة راح تعطيهم راحة راح تعالجهم من مشاكل انتاعها شاشة العدم وفقر الدم أيضا راح تعالجهم أيضا من مشاكل انتاع عدم انضباط هرمون الاستروجين راح تعطيهم أيضا ننصح بها كثيرا 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 الناس اللي عندها حروق واثار حروق سواء للصغار او الكبار سواء نستعملوها كدهن او نستعملوها كشاي راح تعطيك تجدد خلايا البشرة بمعنى كلمة تجدد خلايا البشرة بطريقة رهيبة مهما كان السن أيضا الناس اللي عندها مرض السكري هذه خصيصا وننصح بها خصوصا للناس اللي عندها مرض السكري راح تعطيكم فرق وتعالج حتى الالتهابات لما يكون واحد انسان عنده مرض سكري ويكون مصاحبة الالتهابات يكون يشتكي أيضا من الالتهابات راح تعالج هالو بطريقة عجيبة راح يشوف انه معدل السكر في الدم انتاعه اه تعدل وانضبط بطريقة اه يعني سبحان الله ايضا الناس اللي عندهم ضغط الدم راح تفيدهم كثيرا الناس اللي يعانوا من نزيف من البواسير او او نزيف الكثير او نزيف يعني هكذا اللي يكون نزيف كبير من الدورة الشهرية ايضا الام الدورة الشهرية الناس الزمان كانوا الولادات كانوا او القابلات كانوا ينصحوها للنساء اه في الموقع اللي باش يروح لهم او لتخفيف علام العادة الشهرية وايضا كانوا ينصحوها للخمس ايام اربعة ايام قبل الولادة المرأة كانت تشرب هاد الشي هذا الولادة تجيها سهلة 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 بطريقة يعني ايضا يعني سبحان الله وخلاص اه العشبة هادي واللي هي عشبة اه القراص او عشبة الحريقة عشبة الحريقة يعني عايشة وحدها تنض وحدها ما محتاجاش منا جهد ما تطلب الشروط انت تمشي في الطريق وهي تخرج لك فقط انو ننصحكم لما نجو ننحوها راح نستعمل ومهي عشبة باينة يعني ما تشبهش العشاب اخرى ما راحش نختلفو فيها وايضا لما ننجو ننحوها لازم نكونوا لابسين قفازات او لابسين ديغان في يدينا هاكذا لما ننحوها ما راحش تسبب بنا هادك الحرقة هادك القراص على بها سماوها القراص او القرس او سماوها الحريقة لانها راح تحرقنا راح نستعملو لما ننحوها راح نستعملو القفازات اذا حبيتو تشيروها بودرة من عند العطار شرط انو يكون العطار تعرفو تعرفو دمته على هدا لما تشيروها مرحية ميكونش معاها حاجة اخرى اذا شيرتوها ممكن تشيروها من عند العطار والشي الجميل انها ممكن تصيبوها كاقراص عند الصيدالي تتباع اقراص عند الصيدالية ايضا زيت انتاع الحريقة او زيت القراص راحو كاين ايضا ومتوفر عند العطار راحو يعالج كل مشاكل فروة الرأس مشاكل عدم نمو الشعر مشاكل زحوف الشعر مشاكل تساقط الشعر مشاكل القشرة مشاكل صادفية مشاكل تعلابة رجالي عندهم مشكلة في اللحية عندهم تعلابة في اللحية راح تعالجها لهم الزيت انتع الحريقة والزيت انتع القرس راه من الزيوت المعجزة مانيش عارفة هاد العشبة هدي كيفاش ما باخداش حقها رغم انها عدد المعادن وعدد الفيتامين فيتامين سي وحده اللي فيها يعادل ست مرات الحوامض البروتينات اللي فيها بروتينات يعني هي وحدها وهي عندها نفس طبيعة نتع الكينوة يعني البروتينات اللي فيها نفس الشكل نتع الكينوة يعني عدنا ايضا فيها الكالسيوم فيها البوتاسيوم بطريقة عجيبة فيها الماغنيزيوم بطريقة عجيبة الناس اللي عندهم التهابات وعندهم ديكخومب هكذا في الحاضلات هدي راح تتفيدهم بل بزاف الرجال اللي عندهم ضحف جنسي او عندهم بروبلم تاع هرومون ايضا راح راح تضبطها لهم وراح تعطيهم يعني قدرة جنسية كبيرة ايضا ما راح يبقوا يتعبوا عند ممارسة الرياضة ايضا راح نستعملها كشي شي كيفاش راح يكون يعني اما ناخدو هاد الاحشاب من العشبة من الزرع يعني بطريقة العادية يعني من الريف او من الزرع انتحة راح نستعملو القفازات ننحوها نغسلوها جيدا بعدها راح ناخدو منها عرش صغير يعني بنفس الكميني نحضروا بها شي نعنع راح ناخدوه راح نوضعوه في ماء ونوضعوها تغلي او نغلو الماء ونوضعو الاوراق فيه ونغطوها هاكذا ما راحش المنقوعة التحرح يكون اكتر صح يعني الفعاليات تعو تكون اكتر نحلوها بالعسل ونشربوها هادي نشربوها مره في اليوم لمدة يوم بيوم يعني لمدة اسبوع يوم نشربوها يوم لا يوم نشربوها يوم لا يوم بيوم لمدة اسبوع ورح تشوفوا النتيجة بعد هاد الاسبوع راح تشوفوا اختلاف تام و جدري في كل جسم نحلوها ليوم بيوم بنتاعة و شكل الجلد لا يعنيbies الالتهابات تختاف كل منين عنها سواء مالились الالتهابات للمفاصلهara انا استعملت هذه المشكلة يوجد انظروا من الن teens قمم مانته Brewing كشاي لمدة شهر يعني يوم بيوم لمدة شهر وايضا راح نشربوها كحاساء الحاساء كيفاش راح يكون متل ما نحضروا حاساء العدس الاحمر مع القرعة الحمرة راح ناخدوا نفس الشكل هذا غرفية من العدس الاحمر كمية من الكابوية الحمرة راح نضيفو لها بصل ثوم جزر راح نوضعوها على النار نقلوها نوعا ما بعدها راح نضيفو لها كمية من الماء ملح فلفل راح نضيفو لها كمية من الماء و راح نضيفو نفس الشكل نتعشر بهذا اللي نحضروه هنا فقط راح نضيفو عرش من الحريقة متل ما نضيفو عرش من الكرافس نفس الطريقة كما نوضعو عرش من الكرافس نفس الكمية راح نوضعوها بدالها عرش من الحريقة فقط حاجة واحدة اخذ باش نقضوا نتلمسوها وما تحرقناش راح نوضعوها ليله قبل ما نقوها في الماء العادي راح ناخدوها وننقعها في كمية من الماء ليله كاملة ونقضوها ونتلمسوها بالتينة بدون اي مشكلة نقطعوها متل ما نستعملوا الكرافس يعني راح نتعاملوا معها متل ما نتعاملوا مع الكرافس نوضعوها مع هاد الحساء هذا ملح فلفل نوضعوا الماء ونغطوه بعدها راح نرحوها عادي نرحو كامل هاد الحساء راح يكون شكل تاعه أخضر وإذا كترته من القريس أو من الحريكة راح يكون اللون تاعها اللون الحساء يكون مثل الملوخية مثل الحساء تاع الملوخية راح نرحوها عادي بعدها هنيا ممكن نضيفه كريم فراش أو كريمة طازاجة ممكن نضيفه فرماج أو نضيفه جبن ممكن نضيفه مغرفة من السمن البلدي أو السمن الدار السمن الحار راح ينكهها أكثر هذه شربة من ألد الشربات وأسرع الشربات وأغنى الشربات من الفيتامينات ومن سوخت المعادن ومن الفوائد اللي راح تفيدنا الجسم التاعنا بكتر أنا ننصح هاد الحساء خصيصا خصيصا للناس اللي عندها السكري الناس اللي عندها مرض السكري راح يتناولوا هاد الحساء ونتحاسبوه بعد شهر بإذن الله ورح تشوفو أنه انضباط السكر في الدم رح يكون بطريقة عجيبة البنات اللي عندهم انفكسيون أو اللي عندهم التهاب في المثانة أو الالتهاب في المسالك البولية رح يستعملوا الشيط أيضا يوم بيوم في أسبوع رح تختفي نهائي مش في أسبوع في يومين رح تختفي نهائيا هدوك الإفرازات ورح يختفوا هدوك الالتهاب اللي ممكن يسببنا أثناء الولادة مشاكل يعني خطيرة بالبزاف نصيحة يعني لازم ننتبهولها وهي ما هي الحالات اللي ما نستعملوش فيها هاد العشبة الناس اللي تاكل أدوية ضغط الدم تسبب ميوعة الدم أو سيران الدم هذي نبتعدوا عليها تماما أيضا الناس اللي عندها أي مشكل الميوعة نتعدوا عليها تماما أيضا الناس اللي عندها أو النساء اللي عندهم أو الرجال أيضا اللي عندهم سرطان ثدي هذي راح يبتعدوا عليها تماما ما عدا ذلك يمكن استعمالها بطريقة عادية اللي عندهم ميوعة الدم واللي عندهم سرطان ثدي فقط نتمنى إن شاء الله نكون فتكم عطوها حقها هاد العشبة استعملوها ما تستهينوش بها استعملوها وتعاملوا معها متل ما تتعاملوا مع الكرافس فقط إن قاعوها ليلة كاملة في الماء والغد من ذاكرة ممكن تتلمسوها بلا ما تحقق بلا ما تحرقكم سواء للشيء أو للحاساء نتمنى إن شاء الله هي اللي بناتنا فتكم لا تنساوش اشتراك في القناة زر الجرس كل ما يصلكم الجديد أيضا اعجاب بالفيديو إن شاء الله ونتلاقاوه في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر